اشتركوا في القناة في يوم الأرض العالمية الرئيس الأمريكي جو بايدن يستضيف قمة المناخة والهدف مكافحة بعثات الكربون أهلا بكم مشاهدين العزاء سجلت وزارة الصحة بتاريخ أمس الأربعة خمسا وسبعين حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا المستجد ليرتفع عدد الوفايات الجملي منذ ظهور الوباء إلى تسعة ألاف وتسعمائة وثلاث وتسعين كما جاء في بلاغ الوزارة البارحة أن ألفين وستمائة وثلاث حالات إصابة جديدة تم عدها وبخصوص تلقيح أستخازينيكا أوسط لجنة الأدوية الفنية أتباعة للجنة مجبهة كورونا العلمية بمواصلة استعمال هذا لقاح المضاد لكورونا للأشخاص الذين تجاوزوا ستين سنة ووفق مدير عام مركز اليقظة الدوائية الوطني مع عضو اللجنة العلمية رياض دخفوس فإن لجنة تتابع التوصيات كافتنا الصادرة بخصوص نتائج استخدام هذا التلقيح الذي نصحت منظمة الصحة العالمية باستعماله ولم يقع منعه إلا من دنمارك بسبب مخاوف من أثاره الجانبية بينما أكدت نتائج فعاليته خصوصا للأشخاص المسنين عضو اللجنة العلمية كشف أن عدد الجرعات التي تم استعمالها في التطعيم ضد فيروس كورونا ضمن حملة التلقيح ضد كوفيد-19 تجاوز المائتين وخمسين مشيرا إلى أن التلقيح بلغت 12 ألفا يوميا وقد سجل مستشفى الصادق المقدم الجهوي بجربة حومت السوق ازدياد عدد الحالات المصعبة بكورونا خلال الأيام القليلة الماضية بالعشرة حالة كشفت استهتار البعض بإجراءات سلامة العامة والوقاية وحتى التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية بتوازي مع ضعف مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي ومحدوديته في انتظار انطلاق استغلال قسم كوفيد-19 المنتهية أشغاله بمعتمدية جربة أجيم في المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومت السوق إضافة نوعية لقسم كوفيد-19 المنجز بالشراكة بين أهالي الجزيرة في الداخل والخارج ووزارة الصحة العمومية رغم ما شهدته الجزيرة من ارتفاعا في عدد الحالات المؤكدة الحاملة للفيروس والتي تستوجب الإقامة بقسم كوفيد أكيد بالنسبة للقسم أنعاش كوفيد اللي تم انجازة مؤخرا في خلال شهر فيفري 2021 أضاف في حاجتين أضافنا أن استغلناها في التكفل بالمرضى لحالات الصحية تكتسيخه الطورة يعني أنعاش تطلب أنعاش طاقة الاستعابة 12 سرير في اليامات هذه ديما طاقة السعاب 12 على 12 بما أن الوضع الوبائي تطور وعدد المرضى انزادت بعدد كبيرة برشة في جزيرة جربة تلزينا بشحل لنا خصصنا قسم الجراحة العامة 20 سرير لإيواء مرضى الكوفيد اللي يستحقوا أكسجان ومع بلوغ قسم كوفيد 19 التاقة القصوى للإشغال وبقاء حالات أخرى في الانتظار تستوجب الإقامة ما شعل أهالي وأقارب المرضى يطلقون نداء استغاثة أمام استمرار عديد المواطنين واستهتارهم وعدم اكتراثهم بتطبيق إجراءات الوقاية والله الوضع المجيش هنا ويشوفه هنا في البصدية ما يحسش به المرضى أما عنده مريض هنا وعنده يحس به صدقني يقول ماذا به تركح البلاد شوية يشوفه هنا معابي كله هذا كله من استغاثار المواطنين نرجع من كل المواطنين والشعب براه الأمر اختير ياسر استحفظ على رحكم وتبقى مجهودات الإطارات الطبية وشبه الطبية بمستشفى صادق المقدمة محدودة في انتظار انتلاق استغلال قسم كوفيد المنتهي أشغله مؤخرا بمعتمدية جربة الجيمة وقد أفضى وضع الجائحة لتزايد تقهقور مقدورة تونسيين الشرائية وفقد عشرات ألف أصحاب المهن الصغرى موارد رزقهم زهاء ثلاثة ملايين ممتهن مهنا صغرى ومتوسطة يرزحون اليوم تحت ثقة لعجز الموارد وضعف الحال لترتفع نسبة البطالة في تونس إلى احدى وعشرين بالمئة ونسبة الفقر إلى اثنتين وعشرين بالمئة وتغلق ست بالمئة من المؤسسات أبوابها سنة عشرين والفين أرقام وغيرها تسلط عليها الأخبار الضوء أكثر من ثلاثة ملايين تونسي يعملون في القطاع غير المنظم حسب الإحصائيات الرسمية يتسم وضعهم الاقتصادي بالهشاشة ليزداد تفاقما بعد جائحة كورونا سيما مع حلول شهر رمضان الخدمة يعني معروفة فرنيسار ووتلة وعروسات ما فماش كورونا وقفت لنا يجبني السبب باش نخدم هذي باش خالص معناها القرض اللي نصوروا اليو ناكلوها كهو ما فماش الفاضل الجملة يلزمك النهار ما تاكلش باش تخلص قرضك كنت نخدم في معمل أخياته وردحونا فترة فمتنيها ومرواني على وقته في الكورونا وكيما تعرف مساعد قالت تعلمت الصنع هذي الكورونا كيكو برا مش كما خدمتها قبل كما خدمتها فمثالنا في رمضان نستنسى تبدأ لعبات معناها برشا كل شي طيب معتش يحبوك الزحمة وخايفين الكورونا يعني كنت نبيع في الخبزة بستمية زيتنا قستمية مثال الكليون شي جياخو خبزة رجع له أربعمائة كي رجع له خمسمية ولا يقول المسالش عطيني زوس يعني يغزر ميتين فرنكة ولا يحسبها ملسوقة دياري جمع طلوبة غير تاو سنين ندوم على خطر كورونا نقصت شوية الخدمة معنا وزيد ما فماش سميد سميد ما يحبوش يوفره هنا كان بالباتين دا واللي يخدم في الدار ما عندوش باتين دا من اللي بداية الكورونا نقصت تقصرنا برشا حسب أرقام المعد الوطني الأحصى 46.4% من سكان يعني فم أكثر من 3 ملايين مشتغل في القطاع هذا الأجور متحم متدنية ما عندهمش تغطية اجتماعية وتنظف لها تأثيرات الكورونا عنا تقريبا 6% من المؤسسات أغلقت في 2020 جراء الكورونا وضمت حاله للبيطالة نسبة البيطالة في تونس ارتفعت اليوم إلى 21% نسبة الفقر زادة أيضا ارتفعت إلى حوالي 22% 25% مؤسسات خفضت في حجم العمل وخفضت في الأجور مهن ظرفية وموسمية لا تستجيب لتطلعات هذه الفئات في عيش كريم في ظل منوال اقتصادي لم يعد قادرا على ذمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الحلول العاجلة أول شيء يجب أن نجاوز هذه الأزمة السياسية لذلك لا يبد أن يدركوا أن الوباء ظاهرة خطيرة وحرب من نجموش نتخلها بالانقسامات والصراعات الهامشية جلوس في حوار واضح جدا من أجل تغيير من والدتين مويضايا التي تميز بضعف أداءه على المستوى الاجتماعي وأيضا الحلول الاقتصادية من أجل إعادة إحياء إمكانيات لتطوير الاقتصاد للبلاد وتوجيهه خاصة لخدمة المجتمع أثرت جائحة كورونا على جل القطاعات الاقتصادية وأضرت بكبرى الاقتصاديات في العالم ما يدعو إلى ملاءمة السياسات الاقتصادية مع متطلبات الواقع سيما زمن الأزمات وفي العالم تتوتر الأرقام القياسية لعدد الوفاية والإصابات بكورونا المستجد إذ أعلنت الجهات الصحية الهندية تسجيل أكثر من ثلاثمائة ألف إصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وهي الحصيلة اليومية الأعلى في العالم منذ ظهور الجائحة في وقت تحاول فيه الكثير من البلدان كفحة جماح موجة ثانية أو ثالثة من جائحة كورونا تزدد المخاوف من تبعات هذه المعركة ومن مخلفاتها على الإنسانية عامة مخاوف مردها السلالات المتحورة التي بصدد الذهور بين الحين والآخر مع ما تحمله من خطر مزيد تعقيد الوضع الوبائي العالمي فبعد المتحورة البرازيلية لفيروس كورونا وكذلك البريطانية والجنوب إفريقية تثير المتحورة الهندية التي ظهرت غلبي البلاد في أكتوبر الماضي القلق نظرا لخصائصها إذ تعد متحورة مستوجة تحمل طفرتين مقلقتين من الفيروس ومن نتائجها التدهور السريع للوضع الصحي في الهند التي سجلت اليوم ما يقارب ثلاثمائة وخمسة عشر ألف إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للإصابات على مستوى العالم وسط مخاوف بشأن قدرة الخدمات الصحية على التعامل مع هذه الوضعية وفي الشطر الآخر من العالم وتحديدا في تركيا أعلنت سلطات الصحية تسجيل أرقام قياسية يومية تعد الأكبر منذ ظهور الجائحة في البلاد بثلاثمائة واثنين وستين حالة وفت وتشير الإحصائيات إلى أن تركيا تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام وليس بعيدا عن تركيا وتحديدا في العراق تخطى مجمل الإصابات بفيروس كورونا عتبة المليون وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي وفي بلد يعد أربعين مليون نسمة ويعاني منذ عقود نقصا في الأدوية والأطقم الطبية وتدهور الخدمات الصحية نتيجة سنوات الحرب والدمر في الأثناء وفي السياق تفاعلها مع تطورات الأوضاع الوبائية في العالم أضفت وزارة الخارجية الأمريكية حوالي 100 دولة إلى قائمة الدول التي ينصح بعدم سفر إليها لتشمل بريطانيا وكندا وفرنسا والمكسيك وألمانيا في المقابل حددت الحكومة الفرنسية أجندة لتخفيف إجراءات الغلق بشكل تدريجي اعتبارا من الثالث من ماي المقبل سترفع خلالها قيود التنقل المفروضة طيلة فترة الحجر الصحي الثالث مع تخفيف لحظر التجول دون إلغائه كليا في جولة الخبر العربي والعالمي أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة سفير الطهر السني وجود مساعر ليبيا لعقد جلسة بمجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية لبحث آلية نزع سلاح المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل خروجهم من ليبيا وأكد أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالليبيا أمر حتمي غير أنه من الضروري نزع سلاحهم بآلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة لأن خروجهم بأسلحتهم سيعيد تدوير الصراع في ليبيا ويعيد زعزعة أمن الجوار والمنطقة المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا أفادت أن إنتاج البلاد النفطي خفض إلى نحو مليون برميل يوميا في الأيام القليلة الماضية وقد يوصل الهبوط في ظل مشكلات تتعلق بالنيزانية تصدت دفاعات الجوية السورية لهجوم نفذه طيران المحتل نحو هضبة الجولن وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الخميسة المصدر أضاف أن الهجوم نفذ بعيد الواحدة ونصف فجرا بدقائق بتوقيت سوريا واستهدف مناطق تاقع بضواحي دمشق لتواجه وسائط الدفاع السوري الجوي وتسقط معظم صواريخه قوة الكيان المحتل المسلحة أقرت صباحا بتوجيه ضربات داخل التراب السورية ليذكر جيش الاحتلال أنه يحقق في سقوط صاروخ أرض جو وصفه بالطائش زعم أنه أطلق من سوريا وسقط في منطقة بعيدة عن مفاعل ديمونة ولم يتومكن من اعتراضه إلا أنه انفجر في الجو وتسقطت شضاياه في النقب بالتزامن مع إحياء يوم الأرض العالمي بدأت منذ الصباح أشغال قمة المناخ العالمية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناع نظرائه من زعماء العالم بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى موقع القيادة في المجال أشغال القمة تمتد يومين يشارك فيها أربعون من زعماء العالم بينهم الرئيسان الروسي والصيني أشغال قمة المناخ العالمية التي تدور بشكل افتراضي جمعت قادة أربعين دولة حول العالم لتحفيز جهود الاقتصادية الكبرى للحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع تأثيرات المناخ خلال العشرية القادمة كما يجري النقاش بين قادة الدول حول الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي التي تمكن من خلق فرص عمل جديدة وبناء صناعات المستقبل ما يضمن استفادة جميع المجتمعات من الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة وذلك وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وتضمن البيان أن الهدف الأساسي من انعقاد القمة يتجسد بحشد الجهود للحد من انبعاثات غازية الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ لسنة 15 و2000 الاتفاق الذي يلجم جميع الدول الموقعة عليها بمحاربة تغيير المناخ وتقليل مستوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستويات تمكن الأشجار والطلبة والمحيطات من امتصاصها بشكل طبيعي قمة المناخ العالمية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور الرئيسين الصيني والروسي والتي تنعقد أشغالها بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض تعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقية باريس التي انسحب منها الرئيس السابق دونالدو تلامب منذ سنة 17 و2000 إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورنانيوم المقامة تحت الأرض في نطنز وهي تخطط لإضافة المزيدة هذا ما أعلنته وكالة طاقة ذرية الدولية في تقرير نشرته أمس مؤكدة أنها تحققت من تركيب ست مجموعات تضم ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزي IR2M ومجموعتين تضمان ما يصل إلى 348 جهاز طرد مركزي IR4 بعضها قيد الاستخدامة الإعلان يتزامن مع تصريحات دبلوماسية أمريكية بأن الخلاف مع إيران ما يزال عميقا وأن المحادثات تتطلب جولات أخرى عديدة بعدما أحرزته من تقدم في أول جولتين عقيدة بشكل غير مباشر أعلنت إدارة طيراني والفضاء الأمريكي ناسا إنجازها سابقة أخرى خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهماتها بالمريخة وهي تحويل ثاني أكسيد كربون من غلاف الكوكب الأحمر الجوي إلى أكسجين نقي قابل للتنفس استخراج الأكسجين غير من الهواء المريخ الرقيق تم الثلاثاء الماضي عبر جهاز تجريبي على متن المركبة الجوالة بيرسيفرنس ذات العجلات الستة التي هبطت على سطح المريخ في الثامن عشر من فيفري الماضي بعد رحلة شهور سبعة ناسا قالت إن الجهاز في حجم محمصة الخبز ويعرف اختصارا باسم موكسي أنتج نحو خمسة جرامات من الأكسجين أي ما يكفي لتنفس رائد فضاء مدة عشر دقائق تقريبا وعمل عبر تقنية التحليل الكهربائي باستخدام الحرارة الشديدة لفصل ذرات الأكسجين عن جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل نحو خمس وتسعين بالمئة من غلاف المريخة الجوية في شديد الرياضة فاز بروسيا دورتموند على اتحاد برلين بنتجة هدفين دون رد في مباراة جمعتهما مساء همس ضمن الأسبوع الثلاثين من البطولة الألمانية لكرة القدم وسجل ماركوس رويس ورفايل غوريرو الهدفين وفي مسابقة كأس ربطة أبطال آسيا لكرة القدم تغلب الهلال السعودي على ضيفه استقلال دوشمبا التاجكستانية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة أهداف الهلال السعودي الثلاثة حققت عن طريق السلطان بهيري في مناسبتين وعلي الهادي أما هدف استقلال دوشمبا الوحيد فسجله دور الدين دافرونوف نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام وهذا تذكير بالعنبي وزارة الصحة تكشف تزايد عدد ويفيات كورونا وإصابات تقارب العشرة ألاف وندات استغاثة مع تجاوز مستشفى صادق المقدم بجربة قتل استيعابة جائحة كوفيد تفقد الآلاف من أصحاب المهن الصغرى موارد رزقهم وتعمق أزمة مقدرة التونسيين الشرائية في يوم الأرض العالمية رئيس الأمريكي جو بايدن يستضيف قمة المناخ والهدف مكافحة بعثات الكربون هذه الأخبار وغيرها على ذماتكم مشاهدين عبر بوابة التلفزة التونسية بيت التونسيين نلقاكم على خير